اهلا بكم عايزين نعمل سماد وفي نفس الوقت يكون مبيت فطري مطهر للجزور منشط عام للجزور منشط عام للنباتات مفيش احسن من ان احنا نعمل سماد منزلي بتكلفة بسيطة جدا من اوراء الالوفيرا هنقطع الاوراء الالوفيرا اللي هي اللي مليانة جل مش الالوفيرا التانية لما فيه الجل خالص علشان فيه ثلاثة نوع من الالوفيرا في واحدة بتبقى اعرض من دي وفيها جل اكتر من دي وفيه النوع ده اللي هو المتوسط وفيه نوع تاني بيبقى ورق صغير ومبطت خالص ومرفوز جل فهنجيب اي نوع يكون في جل ونحطه في ازازة ايا كانت الكمية طبعا يعني مش فارق واحد يقول لي طب هنقطعه وماله يلا نقطعه كده انا حطيت ورقتين هنا متقطعين وحطيت هنا ورقتين سلام اللي اتنين بالنسبة لنا زي الفل عادي خالص هنملة الازازتين مية وفيه طريقة تالتة للتسميد ان انا بقطعه اظهر من كده شوية وبحطه من اه اه ضمن مكونات الكمبوست لو بعمل كومبوست او بحطه على ورش الطربة بس بعيد عن ساق النبات يعني انا لو عندي دلوقتي ده اهو ده اصحب انا زرعه اه ادي الساق بتاعه انا ايه هحطه بعيد عن الساق يعني داير ما يدور اه القصيس واردم عليه بعد كده دي طريقة تالتة للتسميد طيب انا دلوقتي هعمل محلول بقى هعمل ايه دلوقتي هنملة مية وارجع لكم كده انا ملقت مية للاولانية وبعملها للتانية طيب هنعمل ايه دلوقتي هنسيبه لمدة ست ساعات طب ليه مش يوم ليه مش يوم ليه مش تلاتة علشان بس المحلول ما يزدش في المية ويبتدي يحصل اي تفاعلات او يحصل اي تغيير للمركب بتاعه انا بس عايز الالوفيرا تبقى نعمة او تبقى سايحة في المية ست ساعات هاخد المحلول ده اخففه اربع مرات او تلات مرات لان هو هيبقتيل شوية لان انا خطت ورقتين هخففه اربع مرات او تلات مرات واروي بيه كل انواع النباتات مسمرة بقى وفواكه ومعرفش ايه كل انواع النباتات حتى وان كانت شتلات صغيرة دي جميلة جدا حتى وان كانت بزور ممكن ازرع فيها بزور ممكن احط فيها العقل بس بتتغير كل يوم تمام علشان بس محتوى الاكسجين بتاع المية بيخلص فالعقل بتتعافى وبعد كده اعمل ايه في اللي هيتبقى ده احط عليه مية تاني واستنى ست ساعات كمان واروي كمان افضل اعمل كده لحد بتلاقي كل البقايا دي السودة خالص ودبلة خالص ويتعابلة زي العجينة كده احطها بقى ساعاتها يا اما في تربة واتفنها لكنها برضو بواق التسميد يا اما حطها من ضمن كومبوست انا اكون بعمله وساعاتها هتلاقي مستوى تاني خالص وتفرف النمو جامد جدا لان هو منشط للجزور بيفوق التربة بيقضي على البكتيريا او التفايليات اللي في التربة اتضارة طبعا بيحسن بقى من مستوى الجزور مستوى الامتصاص بيحسن لو في تعفونات طبعا بيحمي الجزور من من تفشي هذي التعفونات لان هو مطهر فجميل جدا 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 حابب ان انت تزود وانت بتروي بقى في مية الرأي بعد ما رويت بهذا السماء حابب ان انت تحط في مية الرأي شوية ماء اكسوجين زي ما عملنا في الفيديو اللي فات بتاع محلول بقايا الخضروات هيكون اكسر من ممتاز يا رب يكون الفيديو عجبكم حتى نلتقى في الفيديو جديد شكرا والسلام عليكم